بقلق شديد، يراقب سكان دول المغرب العربي الموسم الزراعي هذا العام، وهم يتساءلون إلى أي مدى سيتأثر الأمن الغذائي بالتغيرات المناخية؟ حكومات المغرب العربي أقرت بأن العام الحالي يواجه الإنتاج الزراعي وضعاً صعباً. لم تعيشه بلدان المغرب منذ سنوات، في ظل تأثر المساحات المزروعة بالفيضانات والحرائق وموجات الجفاف التي ضربت دول المنطقة. أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أهمية قطاع الفلاحة في ضمان الأمن الغذائي للتونسيين، وضرورة إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة. وأشارت إلى حرص الحكومة على إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تتعرض لها منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني. كما تسعى الجزائر إلى الحفاظ على المعدلات التي حققتها في هذا المجال، رغم ما تأثرت به جراء الفيضانات التي أتت على مساحات زراعية واسعة. وتعد الجزائر من الدول التي جاءت في مراتب متقدمة من حيث تحقيق الأمن الغذائي، وفئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية، عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020. في المغرب، أطلقت البلاد مخطط المغرب الأخضر، الذي يستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في زيادة المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وخلال الفترة من 2008 وحتى 2020 ضعف القطاع الفلاحي مساهمته في النمو الاقتصادي للمغرب منتقلاً من 7.3% إلى 14.8% من 10%. إذن فجميع دول المغرب العربي أمام تحديات صعبة، ربما هي الأبرز في تاريخها، لكن في مواجهة هذه الأزمات قد تكون لكل دولة حالة خاصة في التخفيف من وطأة الأزمات المائية والغذائية.